نظمت وزارة شؤون الشباب ورياضة مع لجنة الفعاليات المصاحبة بطولة المناظرات التي قامت في مدينة الشباب 2030 بالتزامن مع يوم الشباب الدولي وتهدف البطولة إلى تهيئة الشباب على أساسيات فن المناظرة وأهمية التحاور مع الطرف الآخر في مختلف القضايا نظرا لأهمية هذا النوع من البطولات للشباب لتعزيز مهارات التحاور وتقبل وجهات نظر الآخرين وتعرفهم على آلية البحث لدعم الحجج وأساسيات التفكير المنطقي رعت مدينة الشباب 2030 في نسختها الحادية عشرة بطولة المناظرات التي كان محورها التضامن بين الأجيال بالتزامن مع يوم الشباب الدولي طبعا المناظرات بشكل عام تسهم في تقريب وجهات النظر بالإضافة لتعليم الشباب مهارات دعم الآراء بالحجج والبراهين والأدلة بالإضافة لكسب شباب مجموعة من المهارات المتعلقة بالخطابة والتواصل مع الآخر كل هذه طبعا المهارات من شأنها تقريب وجهات النظر بين الشباب وحتى أيضا بين مختلف الأجيال مثلا هذه البطولات تساهم بشكل كبير في تكوين عندنا خامات مناسبة في النهاية ممكن هذه تدخل في مجال القيادة في مجال المجالس النيابية في مجال الإدارات لأننا نحتاج عندنا ثقافة الاختلاف نحتاج أن نطورها وأقوى مجال أو أقوى ميدان لتطوير هذه الثقافة وشارك في البطولة 82 مشاركا الذين خاضوا مرحلة التصفيات بعد مرحلة التدريبات التي كانت ممتدة على مدى ثلاثة أيام وقد تم توزيع المتأهلين على مجموعة فرق دخلت خط المنافسة في البطولة قبل أن يتأهل منهم 16 شخصا لمرحلة نصف نهائي نحن كمحاكمين اليوم لما نشوف هذا الإداء بناء على ثلاثة أيام من التدريب الماضية كان إداء جيد والله الحمد في مستويات متفاوتة لكن في بعض المتحدثين أثروا جدا المناظرة وكان إداءهم جدا متفوق التجربة بصراحة كانت فريرة من نوعها الجمهور الموجود واللجنة التحكيم والتنظيم الرائع البطولة أعطاننا حماس في المناظرة يعني كان الفريقين عندهم حماس أزيم لكننا متوقعين قبلنا ننزل على الستيج فالأجواء بشكل عام كانت ممتازة ويشكرون القائمين عليها الصلاة بطولة المناظرات انطلقت لتهيئة الشباب على أساسيات فن المناظرة وأهمية التحاور مع الطرف الآخر في مختلف القضايا والتدرب على مهارات الإلقاء والقدرة على الإقناع بالحجج والبراهين ترجمة نانسي قنقر